يا جماعة الحسن والحسين هن سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين هن ريحانتا سيد الخلق محمد يا جماعة النبي هو على المنبر عم يخطب لما شاف الحسن والحسين يمشيان نزل من على المنبر واحتضنهما وقال رأيت هذين فلم أصبر أنا شلون رح أصبر ما أحكي عن حبي للحسن والحسين النبي قال عن الحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه إذا فيه السيد على الأرض هو الحسن لأن النبي قال ابني هذا سيد إذا فيه حد على الأرض بيشبه النبي هو الحسن والحسين هو من النبي لأن النبي قال حسين مني وأنا من حسين يا جماعة الحسن والحسين هن من آل البيت الحسن والحسين هن أولاد لأمرأة هي سيدة نساء أهل الجنة الحسن والحسين هن أولاد لرجل هو في الجنة الحسن والحسين هن في الجنة شو ما رح أحكي ما رح أقدر أعبر عن حبي للحسن والحسين بس كلمة مدد يا حسين والله ما بالجوز لأن الحسين ما بيقبله ولأن الله والنبي ما أمرني فيه المدد والعون والغوث من الله وحده لأنه لو أصابني وأصابك وأصاب الحسين ضر ما حد بيكشفه إلا الله لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو يعني إلا الله وحده لأن النبي قال لرجل من آل البيت قال لابن عباس قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك فتوكل على الله السلام عليكم